الحديث مع علاء مرسي لأنه وإحنا بنتفرج بيحكي لي على ذكريات الناس والمشاهد أنا طبعاً كان عندي سؤال قبل الفاصل بس حسألك على المشهد ده لأن أنت كان عندك فوبيا الصوت العالي الأماكن البحر ففي المشهد ده كله صوت عاليك وتعمل إيه؟ ده صوت عالي وكمان فيه تزييق التزييقات دي بترعبني تتضيقني والعرفة للصوت البلونة لما بيعملوها كده ويعملو ده يا الله ده تبصي دي هو حلمي عشان عارف ده عن من المعهد فتقريباً هم بيعملوا الفيلم ده فالشخصية دي حطو لها الطعم ده فقالوا هو علاء ما احنا عارفين انه هو بعمل فأنت فعلاً بتسده ودنك بجد أنا بجد جداً لأنه هو كمان كان بيضيقني بجد حلمي بيخبط على حاجات عشان انت تتأثر بجد عشان يطلع مني ذكريات حلوة وإحنا بنتفرج طبعاً هنا